بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في درس من دروس التربية البدنية للصف الثاني الابتدائي معي أنا الأستاذ راعد فائزة الأسمر يحب أذكركم بدرسنا اليوم ومهارتنا اليوم مهارة أو درس شيق جدا وهو المرونة ولكن قبل ما نبدأ درسنا اليوم أذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي نركز على أول نقطة إلى آخر نقطة أول نقطة الراحة الكافية المقصود بها النوم لمدة من 9 إلى 11 ساعة في الليل التغذية السليمة والصحية المنزلية ثلاثة تهيئة المكان المناسب لأداء النشاط الرياضي بعيد عن أي أدوات ونركز على درجة حرارة الغرفة تكون مناسبة لا تكون باردة بزيادة ولا حارة بزيادة طيب النقطة الرابعة ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وفي الأخير تعويض الجسم بالسوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي عشان نحتمي لا سمح الله من الإصابات العضلية أو الجفاف اللي قد يصيبنا من خلال عملية التعرق بدون ما نعوضها السوائل فنذكركم دايماً شرب المياه حتى ولو كنت عطشان أو منت محتاجها لازم يكون شرب المياه على مدار اليوم طيب يا شباب فوائد النشاط الرياضي الأسباب اللي تخلينا نمارس النشاط الرياضي اختر سبب من هذه الأسباب وسويها طبعاً هذه خمس أنشطة أو خمس فوائد فيه ممكن خمسين فاعدة للنشاط الرياضي أولاً تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية مقصود بها التحمل والبنية الجسدية الممتازة اثنين تحسين الصحة العقلية والمزاجية طبعاً الرياضة تعطيكم سعادة وشعور بالانتعاش بعد ممارسة النشاط الرياضي المحافظة على الوزن الصحي المناسب سواء بفقد الدهون والشحوم أو زيادة الكتلة العضلية والوصول للجسم الرياضي المناسب الوقاية من الأمراض كالسمنة والسكري وأخيراً القدرة على ممارسة جميع الأنشطة بشكل عام والرياضية بشكل خاص الآن يا شباب أتمنى من الجميع يستعد توخر من عندك أي أداة تضايك في عمليات الإحماء والإيطالات نبغى نركز مع بعض نبتعد شوي عن الشاشة طبعاً لازم يكون عندك كاس موية أو علبة موية قريبة منك عشان ممكن تحتاجها أو لازم تحتاجها بين التمارين أول تمرين يا شباب الجري في المكان دائماً نشاهد المكان ما في أي أداة نبدأ نمارس النشاط الرياضي وهو الجري في المكان بهذا الشكل دائماً نظر للأمام 30 تكرار مع بعض ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست يا أبطال سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب دائماً أول تمرين تحس فيه شوي من الصعوبة ولكن لما تحتمي جسمك والعضلات تكون جاهزة تبدأ التمرين تكون أسهل وجسمك قادر على ممارسة أي تمرين أو نشاط رياضي أول تمرين يا شباب معنا نشاهد الوثب في المكان بهذا الشكل بشكل أفقي مرة يمين ومرة يسار مع تحريك الذراعين للأمام والخلف الجميع يستعد ثلاثين تكرار تمرين ممتع ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس نركز يا شباب ثانياً رقبتين قليلاً ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين واحد اثنين ثلاث أربع يمين يسار خمس ست سبع ثمن تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب تمرين القادم دائماً ليدين بهذا الشكل رفع الركبة مرة يمين ومرة يسار مع ملامسة الركبة للكوع بهذا الشكل تمرين تمرين ممتاز جداً يقوّل جزء السفلي والجزء العلوي وأيضاً منطقة الوسط وشد لعضلات البطن دائماً عضلات البطن لو انشدت يطلع شكلها جميل فنحاول نسوي هذه التمرين مع بعض ليش حرق الدهون ويظهر العضلات بالشكل المناسب طيب يا شباب ثلاثين تكرار ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر يلا يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ريح ريح دايما عملية شهيق زفير سحب من الأنف ودفع من الفم الآن شهد تمرين القادم لتركيز على عضلات الذراعين ومفصل الكتف بهذا الشكل تمرين بسيط جدا جدا نحاول اليدين تكون ممدودة ما تكون مثنية نبدأ من أول عدة لين آخر عدة بنفس الجهد وبنفس الاتجاه وبنفس القوة عشان نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض ودائما نكون أقوى مع بعض الجميع يستعد ثلاثين تكرار الظهر مستقيم النظر للأمام الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع أبطال ثمن تسع عشر يلا آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر كده يا شباب انتهينا من عمليات الإحماء الآن قبل ما ندخل في عمليات الإطالات يا شباب نركز على انه دائما ننوع في التمارين مر الجزء السفلي والجزء العلوي والمنتصف ليش لماذا عشان دائما نحاول نركز في جميع عضلات الجسم ما نحاول نقوي مثلا عضلات الذراع ونترك عضلات الجزء السفلي الفخذ والقدمين مهم مهم يا أبطال ان نركز على جميع عضلات الجسم كده لازم ننوع التمارين مرة فوق مرة تحت مرة في الوسط عشان يكون جسمنا رياضي ويتحمل او يكون جاهز لأي نشاط او اي لعبة رياضية مطلوبة مننا دائما عملية الشهيق والزفير بعدها شاهد التمرين الممتاز الوقوف وقدمين مفتوحة بشكل متوسط دائما بهذا الشكل مع ميل الجذع مع حركة اليدين الجميع يستعد لثلاثين تكرار تمرين ممتع ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع يلا يا شباب واحد اثنين ثلاث اربع خمس ابطال ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب الآن مع التمرين الثاني نشاهد وقوف مع فتح القدمين بشكل متساوي بهذا الشكل دائما النزول جهة اليسار جهة الامامية جهة اليمين طبعا اذكركم احاول ان ادي الاداء بالشكل الصحيح اللي يقدر يلمس الارض فهذا عنده مرونة عالية في عضلات الفخذين طيب يا شباب النوع على بعض النقاط دائما اليدين ممدودة والقدمين دائما ممدودة بدون ثانية بهذا الشكل الجميع يستعد نركز مع بعض ثلاثين تكرار تمريم ممتع اب تي دي واحد اثنين ثلاث اربع نركز مرة يسار ومرة في الامام ومرة في اليمين اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين واحد اثنين ثلاث اربع خمس الالم طبيعي اللي في الفخذين ست نحاول نكمل سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر امتازين يا شباب دائما عملية الشحيق والزفير بهذا الشكل لاستعادة نبضات القلب والشعور بالراحة قليلا للدخول في التمرين القادم بهذا الشكل دائما سحب القدمين باليدين دائما ما نثني الظهر العملية تكون بهذا الشكل للأمام ثلاثين تكرار مع كل عدة القدم اليمين والقدم اليسار استعد بتهدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين واحد يمين يسار اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع سبع ثمن تسع يلا آخر تكرار واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب كذا نهينا عمليات الإحماء والإطالات الآن نذكركم بالدرس السابق الوعي بالبيئة أثناء النشاط الرياضي ذكرنا لكم من قسم إلى اربع اقسام الوعي بالجسم تعرف ذكرنا اي جزء سفلي علوي يمين يسار الذراعين فخذين قدمين الوعي المكاني زي ما قلنا تعرف تكون انت وين مكانك في الملعب وين مكانك في الغرفة وين مكانك في البيت الوعي الاتجاهي دائما تحدد اتجاهك في أي رياضة اليمين اليسار الذهاب للكرة للأمام الرجوع للخلف الوعي الزماني دائما قلنا في سباقات المئة متر الاربعمئة متر تشوف كم الزمن اللي جبته وتحاول تكسره مع الأيام القادمة من خلال التكرار وزيادة قوة التمارين الرياضية ذكرنا لكم ثلاثة نقاط في الوعي بالجسم على تمييز أجزاء الجسم والوعي بأي جسم يقوم به وفي الأخير كيفية رفع كفاءة الجسم وذكرنا لكم الوعي المكاني والوعي الاتجاهي والوعي الزماني طيب الآن ندخل على درسنا اليوم وهو المرونة دائما المرونة يا شباب مهمة في أي نشاط رياضي أو في أي لعبة أساس في جميع الرياضات المرونة وأساس في جسم الرياضي الممتاز نأخذ تعريف أو مفهوم المرونة قدرة المفصل أو مجموعة من المفاصل على العمل خلال مدى حركي كامل تبعا لنوع المفصل طيب نأخذ بعض المعلومات ونشرح لكم أكثر وأكثر على المرونة تعد المرونة عنصر مهما للتميز في كثير من الألعاب الرياضية زي ما ذكرت مهمة في جميع الرياضات ولكن بدرجة مرتفعة إلى منخفضة في بعض الأشخاص لازم ترفع المرونة عندك عشان تتميز في أي رياضة وخاصة رياضات أو ألعاب الجنباز وألعاب القوة والتنس كما هو مذكور أمامنا ملاحظة نقص المرونة يعد عنصر المساهما في وقوع الإصابات المختلفة المرونة عندك ناقصة بكذا أنت تكون عرضة للإصابات ودائما ركز على بعض المعطيات اللي تساعدك في المرونة غير التمارين غير تكرار النماذج اللي راح نوريكم إياها شرب الماء دائما يخلي العضل غير جاف ويساعدك في المرونة دائما التغذية المناسبة بالخضروات والفواكه لتدعيم الجسم والعضلات بالفتمينات فهي دائرة متكاملة عبارة عن تمارين وشرب مياه وتغذية صحية مناسبة بالخضروات والفواكه هنا نشاهد المرونة عنصر أساسي من عناصر اللياقة البدنية ويؤثر مستوى المرونة على مستوى العناصر الأخرى نذكركم بعناصر اللياقة البدنية لأننا ذكرناها لازم نشاهدها حبة حبة ونشوف أهميتها دائما لأي أداء نشاط رياضي أولا القوة العضلية هذه عناصر ثابتة في عناصر اللياقة البدنية السرعة المرونة درسنا اليوم الرشاقة التوازن والتوافق العضلي العصبي لازم نركز على النقاط هذه إذا أنت حاب تكون رياضي بشكل كامل ودائما إذا نقص عليك أي عنصر من عناصر اللياقة تحاول تشتغل عليه وتزوده من خلال تكرار التمارين تكرار عمريات مرونة دائما ما تيجي مع بسرعة بغالها وقت ما في شيء يجي بالسهل ولكن لازم تعم أو تأخذ جميع عناصر اللياقة عشان تكون بصورة رائعة ما يؤثر على المرونة ثلاث مؤثرات أولا النمط الجسمي دائما لما يكون جسمك بوزن عالي تكون الدهون والشحوم مركزة أو مفبتة على المفاصل كذا يجي عندك صعوبة في حركة العضلات والمفاصل عشان الوزن الزايد قاعد يضغط عليك ولا أنت قاعد تقدر تمارس التمارين أو تؤدي الأداء بمرونة كاملة اثنين الجنس من ناحية الذكر والأنثى باختلاف تكوين الجسماني لدى الذكر ولدى الأنثى وفي الأخير العمر كلما زاد عمر الإنسان قلت مرونته فلازم نركز على هذه الثلاث مؤثرات دائما كلما كبرت في الأمر كلما قلت مرونتك هذه نماذج لتمارين تزيد عندك المرونة طبعا ناخذها سابقا في دروسنا لو نراجعها في تمارين كثيرة تقوي عندك المرونة لتأخذ العضلة أعلى مدى لها نشاهد بهذا الشكل هذا التمرين الآخر دائما نركز على القدمين ممدودة والذراعين ممدودة ولمس القدمين بهذا الشكل هنا مرونة للجزء العلوي بمدى الذراع للجهة الأخرى وبهذا الشكل مرونة لأداء مفصل الكتف للأعلى ناخذ سؤال بسيط نركز ونسترجع نشوف فاهمين مدى أهمية المرونة لدى الرياضي أو حتى الشخص العادي لازم يكون عندك مرونة سؤال بسيط هل العمر يؤثر على مرونة الجسم كما ذكرنا سابقا نعم 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 مهم جدا يا شباب أنك تركز أنت فرصتك الآن في هذا العمر أنت عندك مرونة كافية فلازم تزودها في هذا الوقت تكثر تمارين أن هذا الوقت مناسب لزيادة المرونة في أداءكم الرياضي كذا يا شباب أتمنى أن وصلتكم المعلومات والدرس بشكل صحيح نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي الراحة والنوم المبكر تهيئة المكان المناسب ارتداء الملابس الرياضية المناسبة التغذية وشرب الماء بكميات كافية من اليوم كامل أذكركم يا شباب بأهمية المرونة وأذكركم بأهمية التمارين الإحماء والإطالات والركز على متطلبات وفوائد النشاط الرياضي أتمنى أنكم استفدتوا وأتمنى أنكم تمارسون التمارين في المنزل مع الأهل أو الأصحاب أو حتى بالحالك أنت في أي مكان شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر